السلام عليكم اشتركوا فيديو جديد اشتركوا في القناة رائع مرحلة من المنزل وهذه الطاكوس تحلفي عليه المنزل سيفتعون من الختوص يستجدد خطيئ حريره اقتصادية بدون لحوم بلاك نور وعراء زوينة تقولي ماشي حريرتك ديال ديما هنا يا مغداش تسمعوا التقرميشة ديال المسمن حيث كان في الوقيته كان عندي دراري الله يديهم راكم عارفين صداع ديال دراري ومع امراض فالجو خليكم مع طريقات التحضير غادي نبدأ في الحريرة غادي نحتاج ضروري ملكوكو تركم عارفين الحريرة الحامضة غادي ندير شوية زيت رومية وغادي ندير واحد البصلة ديال الحريف اللي مقطعها ممكن دير بصلة عادية دارت القزبور ولمعد نوس والكرافس مقطعين مزيان سافية كيكا نزيد الحمص اللي ديجا عندي انا مكلونجي دارت واحد لكمية ديال الحمص لكم عارفين ضروري يكون مرقد باش يجيكم سهل في الطياب دارت واحد الكيمياء اللي هي مهمة شوية ودرت التأوى العدس واحد الكيمياء اللي هي عتي قليلة ونقيته غسلته صفيته عاد درته غادي ندير شوية ديال الملحة درت معي القامل اللي بزار درته جوج بصلات عفوان جوج ماطيشات محكوكين تاومه صافي كان بلل وكنسد الكوكوت ديالي وهي الحريلة ضغيكة توجد غادي نمشو اللي مسمن اللي غادي نحتاجو فيه ثلاثة الكيسان ديال العنبه ديال دقيق الفورس كان غرب لهم وكان زيدو عليهم كاس ديال العنبه نفس العبار ديال الفينو كان نحركو مايكا وكان خلطو العجينة ديق عفوان مع بعضو كان دير شوية ديال الخميرة ديال الحبوب شوية ديال الملحة وشوية سانيده سانيده ممكن تعودها بالعسل بالنسبة اللي فيه الزكر من الاحسن دائما العجينة دياله وعواد سانيده يدير شوية ديال العسل هنا ماكيكون غير دافي ماكيكون شسخون وماكيكون ش بارد كيكون دافي نجح معاكم العجينة ماكيكون ديال العجينة ماكيكون ديال مرحلة ديال البدالك كندلكوها مزيان والعجينة ماكيكون ديال يعني كتجي قاب تفرصها ماكيكون خاصها دقيق ماكتجيش قاسحة يعني هاشت دفرصها وصافي كندلكوها كيكون نرضو هال البانيو اللي عجلنا فيه كنجو الحوشوه غادي نديرو شوية ديال الزيت الروميه غادي نديرو جوج بصلات لمشا لضي درتو جوج بصلات صغر ممكن ديروغي بصلات كبيرة كتوفي بها كنحمرها على هاد الشكلة داحتك تجي مدهيبة هناك نزيد جوج خزوات ليوم كبارين محكوكين في حكاكا الرقيقة اصاب فيها كدرت سدر ديال الدجاج درت سدر الدجاجة كاملة قطعتوها كايا صغير ودرتو معاه ودرت معي لقا ديال المعد نوس ودرت معي لقا ديال سكنجبير معي لقا ديال الملحة معي لقا ديال الإبزار ومعي لقا ديال خرقه معواد واكيد البابريكا تهية سافيها كايا حركتهم مزيان حركت الحشوة ديالي اي وجدات وهنايا كندير شوية ديال أصوص الحارة ممكن ديرو الهرسة العادية سافيها هي الحشوة ديالنا راي واجدة وكذلك العجينة ديال واجدة يعني ما كتحتاج تخمر غير كترتاح ديك كنقطعها كاملها كايا كويرات اه واحد المعلومة بيتن ديال نقولها لكم ان الخميرة الحبوب ممكن تعودها بالخميرة الحمراء حيث تشهنية غرب غير قرمى شوصة في الزبدة هنا ما دوبتها شغير خليتها في حرارة المطبخ كنورقو بيها كندلكو بالزيت الارضيتو الباررة كندلك بالزيت وكنورق بالزبدة يعني اي اي تدويرة بيتن دور كندير الزبدة هكا باش يجين بسمن ديالنا مورق كنكمل كامل التوراق كان جيتاني لسطح العمل ديالي كنقرس في المسمن كامل على هاتي الشكل هدا باش كي يجيني ساعة في الخدمات دياله ومدخل عكم ديك الزبدة راتيقوني كي يجي ناجف مية في المية ما كي يجيش مزيت بصيفة نهائية واخدك الزبدة ديال التوراق واخد كل شي ولكن معاك ان طابف الفران كي يجي ناجف غير اه بالنسبة للحشوة اه يعني كندير هاتي الطريقة هاتي مشي الطريقة العادية باتاتا ديال باش كنعمر المسمن هاتي الطريقة تيقوني غادي تعجبكم طريقة زوينة ومبسطة سيرتول الناس اللي كتخرج ليهم الحشوة فالمسمن هكا يبقى يتروي لهم كامل من الفوق هاتي الطريقة هاتي باتاتا واش غادي تخرج ليهم الحشوة قدرت شوية ديال فرماج ديالي ساندويتش عندما كديروا اي فرماج موجود ما عندكم مشي مشكل هنا يا فاد الخطوة هاتي كنسدو طريفة ديال العجينة عاد كنطويو حتى كنكملوا كامل المسمن ديالي غير ضروري هنا باش مدخش لكم الحشوة قبل ما تتلويو الثانية و الثالثة من طوية اللولة كتسدو الجوانب هنا كنجيب واحد الطاوة فهذا المرحلة هاتي ضروري من ديال الفرن ديالي يسخن لحقاش هذا المسمن هذا كيبغي دخل الفرن يكون سخون بالنسبة لي ما بغادش المسمن ديالها يكون من فوخ ممكن تدلكو غير شوية هنا انا اختاريت ندهنو بالبيض ودرت معها شوية ديال الصوص صوجة ممكن ما تدهنوهم شتباتاتا بالبيض ممكن ندهنوهم بالبيض اللي عجبكم اختياري و هنا تاني ممكن ندهنوهم شوية جنجلان طوما كيجيوزوينين غير انا يا عارفين ان ولدات الصغار ما كيوكلوش جنجلان لايدي وصافي ممكن ندهنوهم و كيما قلت لكم كنشعلو التحت هي اللولة عاد كنحمرهم من الفوق هذه هي طريقة طياب ديالهم باش كيجو تدجيل عجينة طيبة على خطرها و كيجو محمرين حتى من الداخل ما كيجيش المسمن كيجي مورق زوين بو بزاف ماشي غير شوية سوف ننتقل ثاني الحريرة راكم عارفين طيبة بطردتها في القاملة هذه الكبيرة ازلتها شوية سفات شعيرية ثاني الحريرة سوف ننتقل لنصيب الطحين اللي غادي ندور به الحريرة دردت جوج كيسان كاسونس ديال الفورس و دردت تقريبا نجوج مع القكبار ديال لسوس طومات ماتشا ديال الحك ولا مركز طماطم كان ديروا الماء كان حركوا اكا ذاك الدقيق راكم عارفين ضروري من تضرب باش ميجي كومش هكا محبب صافي كان بدان نخلط وانا كان كوب بذاك الدقيق تكاد شوف الحريرة ديالي جاته ايها ديك راكم عارفين بلي حريرة مخصاش تجي تقيلا مخصاش تجي خفيفة هنا راح تطبت الحريرة ديالي عاد ستلبي ضراماشي ستلبي ضراماشي باش درت ستلبي ضراماشي هذا يدقيق صافي هنا راكم عارفين اللي المسم منها هو تب والحمد لله انت الحريرة طابت سيسمعكم هنا واحد المقطع ديال اللي المسم من فجة مقرمش ولكن رأى وخافي شوية ديال السطاع علاكم مايحدر لكم رأي ضروري الصغار من يكونوا فضر الهيهديهم ماكيخلوكش لا تصوري ولا ولو هنا كما تشوفوا المسم من كي يأتي مورق وعامر يأتون بأدوان يمتلق مصابقة و الجهن يز tweets و تستطيع أدوان و تتوجد نظام يجب ان يعتمد الجسدي و تجربه الناس يمتلق ثم أن تنعفهم و يضعون الحرير испريح و يكون يشوي لحم سمعتوا التقرميشة ديال المسمن كاتجي غزالة وكاتشاهي هنا يا لبناتي الي اعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوا نشمل لايكات ديالكم وما تنسوش تبارتاجوني مع الحباب والاصديقاء باش تعمل الفائدة وانتلقوا في فيديو جزي بإذن الله